اللي مش فاهم بيتخذ واحد مفكر بيقوله عليه يعني وكاتب الأستاذ الدكتور فلان الفلان بيقول لك اهو هذه الأفكار لا يوجد فرق بينها وبينها سيد قد سيد قد يخرب عقلك ده انت انت سفرت بعيد خالص بيقول لك القرآن والسنة انت بتتهم القرآن بالإرهاب ما هي دي دي القضية اللي احنا وعين فيها كلنا ان بعض الناس بيتزايد او بيزايد على كتاب الله سبحانه وتعالى على مهلك افهم القرآن وافهم السنة وبعد كده نتكلم فطبعا قضية زي قضية مثلا ايه ارأيت من اتخذ الهاه هوا افرأيت من اتخذ الهاه هوا جات مرتين قبل كده قلتلك فطبعا لما القرآن الكريم يقول هذا الكلام هل القرآن بيمزح معكم او القرآن البعدة يعني القرآن بيمزح معكم لا يعني طبعا لا استحالة ام القرآن رأيت من اتخذ الهاه هوا يعني ايه اتخذ الهاه هوا انا مش دعوة بقى يعني يعني واحد واحد بيتهكم عليه يقولك الهوا هواية واللي ما عرفش ايه خلاص شوفوا بصوا اللي بيتهكم على القرآن ربنا بيقول في القرآن الكريم ولئن سألتهم يلا بقى عشان اديكم حاجات العقيدة وكل واحد يبقى عارف رأسه من فاسه وكل واحد يبقى عارف ساسه من رأسه انت حر القرآن الكريم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم لا قلوا انما كنا نخوض ونلعب نخوض وايه ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اللهم احفظنا فطبعا انا لا اتهم احدا بالكفر بس انا بوضح لك الاية وانت اسأل فيها شيخ قل له معناها ايه هل يجوز التهكم على القرآن هل يجوز التهكم على النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث النبوي هل يجوز تقول لي وانا اضمن منين انه النبي قاله طب وانت تضمن منين انه ما قالوش تعالى نتكلم بالنشألي بالمثل طب انت بتقول لانا اضمن منين النبي قال الكلام ده طب وانت تضمن منين النبي ما قالوش بخليك في الاحتياط وما تتهكمش على ما لا تفقى وما لا تفهم بس فلما ربنا بقول افا رأيتا وبيقول ارأيتا من اتخذ الهه هواء ازاي اتخذ اله الهواء ده كان السؤال اللي انا تركته لحضراتكم نجح فيه من نجح وخسر فيه من خسر الهه هواء اللي على مزجك بتعمله احنا مش بنتهم حد بالكفر ولا بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واحد فينا يقع في هذه اما يغلب هواه على الحق مش بيحصل اما الهوى بتاعك يقودك انك انت تتمسك بموقف وانت عارف انك غلط تقاوح وانت عارف انك غلط تقاوح مراتك وانت عارف ان انت غلط او تقاوح جوزك وانت عارف انك غلط انت فاهم يعني ايه ايه اللي حصل هوى نفسه عشان هو بيحب شيخ معين مثلا ممكن الشيخ بتاعه قال حاجة غلط وارد ولا مش وارد احنا مش معصومين انما عشان هو بيحب الشيخ فلان اه الشيخ فلان هو اللي صح والشيخ التاني ده هو اللي غلط اهو ده هوى نفسه اتخذ الهه هوى اتخذ الهه هوى ما قلتش انه ما قلتش ان انت بقت كافر انا ما قلتش هذا انا بقول انه الاله بتاعه اللي هو بيملي عليه بيشرط عليه بيوجهه هو هواه ادي المعنى ودي الفاظ القرآن مش الفاظي انا تاني دي الفاظ القرآن وكلمات القرآن يا جماعة اللي مش عاجبه التفسير يدور يشوف فيه تفسير تاني للمسألة ولا لا اتخذ الهه هوى يعني ايه يا مشايخ مصر اشرحوا للناس معنى اتخذ الهه هوى احنا لا نكفر احدا ولكن ما معنى اتخذ الهه هوى هل اتخذ اله هوى معناها بيعبد الله تا والعزة ولا اتخذ اله هوى اللي بيعمل العلمزاجه اللي هو في سورة الكهف بس شاطرين نقرى سورة الكهف ويقول لك ايه من الجمعات طيب حاضر بتعروا سورة الكهف تدبروا سورة الكهف افهاموا سورة الكهف ربنا بيقول في القرآن بيقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع مين يا مولانا واتبع هواه وكان امره فورطا اغفلنا دي الاية واضحة ومش محتاجة شرح ولا طيب